بس للتأكيد كمان مرة رهاب فأظن بتتعمل ريكورد اللي بعد يومي ريكورد بس يخبرني ماشي واحد مشان بس يعني احتياطا لان مرة ماضينا تغلبت لحتى لقيت ريكورد بصراحة يبدو في مشكلة في في السيستم كله طيب طيب ماشي هذا بكتب لحاله ولا شو القصة هذا ميسج ترانسكريبت شو ترانسكريبت هذا ما علينا مش مهم طيب جماعة رح نحكي عن في عندنا مودل بسموه مكنسي 7S مودل هذا مكنسي حكي عن سبع اشياء لازم تتوفر في اي مؤسسة من ناحية تنظيمية من ناحية الهيكل الاداري اوكي الادمينستريتيف هيراركي يعني فهاي الاشياء بس سمنه ل هارد اسز و سبت اسز لما حكينا او بنحكي 7S مودل همو كلهم ببلشو بحرف الاس عشان هيك بسموه مكنسي 7S مودل و همو زي ما احنا شايفين هون يعنا strategy يعنا structure systems style stuff skills and subordinate goals علينا نمشي شوي الآن زي ما حكيتنا مكنسي He divided those seven S's into two. Hard S and Soft S. The Hard S's are strategy, structure and systems. And the Soft S's are style, staff, skills, and subordinates. So what do you think? What does it mean when we say Hard S or Soft S? What do you think? What do you think? What mean Hard S and Soft S? What difference is it? Or what do you mean with them? What do you think? Who does that mean? يلا شباب خالنا نشوف. مشاركة يلا. لما منقول على الكمبيوتر هاردوير وصفتوير. شو معنا هاردوير وصفتوير? آه شباب يلا. دكتور الهاردوير هم الفيرست ثري أسس. اللي بيضلهم الصوفت موديل يعني أو صوفت سيستم. أوكي بس أنا يعني تمام شو معنا هارد أس كمان مرة؟ يعني بيز تبع الموديل هو الهارد أس. مش البيز. هو نحكي الآن على الكمبيوتر. الهاردوير والصفتوير. الآن الصفتوير بيقدر نغيره أو ما بنغيره بأي لحظة؟ لا ممكن نغيره لأنه هو الناتوير. طب طب والهاردوير. الكمبيوتر نفسه. صعب نغيره صح ولا لا؟ يعني ممكن نتغير بس بصير الأمور صعبة كبيرة. لكن الآن هو نفس الكنام. الهارد أس هم الأشياء الثابتة في المؤسسة. زي الاستراتيجي. الاستراتيجي لأي مؤسسة طبعا هي ممكن تتغير مثلا بعد عشر سنين بعد خمس عشر سنة. بس كاستراتيجي لازم يكون في استراتيجي ثابتة وكل الشغل بيجعليها. الهيكل التنظيمي غالبا يعني لازم يكون في مدير لازم يكون في نائب مدير لازم يكون عندك رؤسة أقسام. هذا المقصود بالستراتيجي. السيستمز كذلك. لكن الستايل انت كيف بتدير الأمور. الاسطاف بتغيره. السكيلز بتطوره. مزبوطه لا لا. الستراتيجي للموظفين بتغيره بين فترة والثانية. وبالتالي الاشي اللي ثابت تقريبا بيسموه الهارد أس اس. والاشي اللي متغير الديناميك هو السوفت أس اس. هاي معنا عشان ايك انا قلتلكو تقريبا او يعني شو الفرق بين الهارد وير والسوفت وير في الكمبيوتر. نفس الفكرة. تمام يا سارة. الآن الهارد أس اس. The hard elements are factual and easy to identify. سهل انك تتعرف عليهم. وفاكتشول حقيقي موجود. They can be found in strategy statements. ممكن تشوفهم بالاتراتيجي ستاتمين وهو رح نحكي عنهم بمحاضرة ثانية اللي هو strategy والmission والvision رح نحكي عنه. تشوف الهارد أسس هذول يعني أشياء ثابتة في جوهر المؤسسة أو في عمقها وبالتالي من الصعوبة لهم يتغيروا هذول راسخين طيب نيجي على الستايل والسطاف والسكيل والسبر وعقائم والسطاف والسف after all the soft assets or the soft elements are difficult to describe صعب انك توصفهم since they are continuously developing تغيروا بين فترة والثانية and changing they are highly determined by the people at work in the organization يعني الاسطايل بالمؤسسة مرات بيجيك مدير بكون ديكتاتوري ومرات بيجيك مدير خلنا نقول سهل وسرس التعامل معه هاي يعني بأي لحظة بتتغير الاسطاف زي ما حكينا اليوم واحد بيستقيل اليوم واحد بيدخل جديد اثلام بنتقل بالدائرة الفلانية للدائرة الفلانية هذا changing and dynamic الاسكيلز كمان بتطوروا مع مرور الوقت والجولز كذلك بالنسبة لل السب اردينيس او للموظفين طيب لو حكينا عنهم بالتقصيل الآن لو حكينا على الهارد أسس الستراتيجي بالهارد أسس الستراتيجي ايش معنى استراتيجي اكشنز اكمباني بلانز ان رسفونز تو or in anticipation of changes in its external environment اذا انت الاستراتيجي لو اجينا استراتيجية مثلا لا لاي مستشفى ومستشفى كبير شو الاستراتيجية هو استراتيجيته هو ردة فعله الأفعال وردات الأفعال اللي بتخططها المؤسسة أو بتخطط أنها تعملها كاستجابة للتطورات الخارجية اللي بتحيط في المستشفى طبعا التطورات الخارجية ممكن تكون احتياجات الناس ممكن تكون مثلا خلنقول الأمراض الموجودة ممكن تكون السياسة العامة في البلد هاي هي الاختراني المحيطة في المستشفى طيب الستركتر بالمقابل بيزز بيزز for specialization and coordination influenced primarily by strategy and by organization size إذن الستركتر بايش بيتأثر بيتأثر بالستراتيجي بيتأثر بالستراتيجي إذن بيزز على الستراتيجي أحيانا بيكون الستركتر نكون عارفين هذا الحكي تمام مهم نعرف هذا الكلام السيستم formal and informal procedures that support the strategy and structure أي إشي بيدعم الستراتيجي والستركتر اللي همه التو إليمنس اللي بوق strategy والستركتر أي إشي بيدعمهم أوكي سواء كان formal أو informal هو هذا بيدخل في موضوع السيستم طيب إيش الإشياء اللي بتهم السيستم لما نحكي الأشياء اللي بتهم السيستم وبتأثر على الستركتر وبتأثر على الستراتيجي communication practice حكينا محاضرة كاملة عن الكمنيكيشن management reporting system إيش معنا management reporting system كيف أنت لو صار معك حادث يعني حادث داخل العمل أو مشكلة بدك تنقلها مش في بروسيجر لنقل المعلومة أو لا مثلا بدك تحكي إشي أنت لمدير المستشفى تنقل إشي في بروسيجر وبدك تودي لرئيس الشعب ورئيس الشعب لرئيس الدائرة ورئيس الدائرة يرفع للمدير المستشفى وهكذا بهذا بسموه reporting system تمام طيب كمان planning and budgeting system planning حكينا عنها محاضرة ال budgeting system كمان التمويل من وين بيجي التمويل ال actions اللي بتقوم فيها المؤسسة هاي كلها العلاقة بال system صح ولا لا reward system خلينا نقول إذا في يعني بدك تعطي يعني بدك تعمل خلينا نقول جائزة لموظف أو بدك مثلا تعطي reward system كمان نظام الرواتب بعتبروه reward system أوكي نظام الرواتب نظام الحوافذ ماشي هذا كله العلاقة بال system الرولز الأنظمة والتعليمات هاي كلها إلا علاقة بال system وكلهم في النهاية بيأثروا على structure وبيأثروا على strategy طيب بالمقابل الأشياء soft اللي قلنا عنها dynamic and changing بتغيروا بين فترة والثانية أول واحدة فيهم style أو الكلتر تأخير فيها ممنوع نهائيا خمس دقائق يعني بخليك تكتب خلينا نقول يعني لازم تكتب بشكل رسمي ليش تأخرت في مثلا هاي عميتا البليبس وشو الأشياء المسموحة أشياء مش مسموحة بشكل عام هذا بتطور حسن بتطور مع الوقت which develop over time and become relatively enduring features بصير بصير جزء لا يتجز وبصير نمط حياة بالنسبة للمؤسسة طبعا الآن زي أكيد جزء بتسمعوا مؤسسة مثلا فلانية strict يعني نحن بنسمع جزء كل مركز الحسين للسرطان مثلا very strict يشغل به غير مثلا عن المستشفى X أو Z صح؟ طيب هاي إلو علاقة بالstyle إلو علاقة بالculture طيب إذن رقم واحد اللي بيأثر على الكلتر organizational أو اللي بتتخون منها الكلتر organizational والشغلة الثانية management style management style what manager do rather than what they say أنا بهمني شو هو بيحكي أو آسف شو بيعمل أوكي مش شو بيحكي المناجر الناجح أصلا هو أوكي اللي دايما هو support his words with these يعني he supports his words with these بدعم أقواله بيأفعاله إذا بيقول للناس لا تتأخروا ما بيتأخر إذا بيقول للناس لا تروحوا قبل الوقت ما بروحوا قبل الوقت إذا بيقول للناس ممنوع التدخين ما بيدخن بالقصر أحكي لكم شغلة أنا مر علي ناس بدخنوا بالICU يعني بس بطلع على الباب الخارج يعني بعيد مترين عن الICU وبدخن طب يعني إذا أنت رئيس وحدة أو مشرف وحدة الICU معقول أنك تدخن يعني بعيد مترين عن المرضى شو رأيكم وكيف بدك تردع الموظفين اللي عندك أو الزوار أو المرافقين أو 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 كيف بدك تردعهم إذن هذا management style طيب طيب نكس بالسفت السس أيضا عندي الستاف الستاف مينهم موال people human resource management ways of shaping basic management values processes used to develop managers ways of introducing new employees and managing careers specialization process هاي كلها علاقة بالسطاف والسطاف يعني مين هم الناس اللي بشتغلوا صح الاجراءات اللي ممكن يتم اتخاذها مشان تعين مثلا حتى واحد مسؤول أو manager أو اشي اوكي كيف السطاف كمان الorientation لما بيجي موظف جديد وقت تعمله orientation هاي لها علاقة بالسطاف الاسطاف طيب كيف ممكن يتعرف الناس ببعضها كيف ممكن تربط الناس ببعضها مثلا خلال الدوائر دوائر المختلفة هاي كلها علاقة في الاسطاف الاسطاف هي المهارات اللي طبعا بتمتع فيها الاشخاص و برضو مش في عندنا تطوير وتدريب مش في عندنا مثلا بالمستشفيات بتلاقي قسم للتطوير للتدريب للتعليم المستمر هذا كله بساعد بتطوير مهارات الموظفين هاي أيضا تحتبر من السوفت أسس يعني أو يعني يعني ممكن بالنسبة ل اشي داخلي بخص المؤسسة بخص الموظفين مش شرط انه الناس يكونوا مطلعين عليها الناس الخارجين مش شرط انهم يكونوا مطلعين على الاهداف او او ال اخري نقول ال افكار والمعتقدات والقيم الموجودة بين الموظفين مش شرط تكون مواضحة للناس من خارج المؤسسة لكن هي تعتبر من السوفت أسس اللي بالنهاية بتكون لي يعني قرأ نقول الكلتشر العامة في المؤسسة هم من خارج لالتصوص لأولئك 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 من خارج ما هم هذه من خارج اول واحدة ديبارتمنتشن ما معنى ديبارتمنتشن شباب شو معنى ديبارتمنتشن نعمل لجروب عندهم نفس الوظيفة ب ديبارتمنت معين ممتاز ايضا احنا بنقسم الناس ل ديبارتمنتش بنقسم الناس حسب الشغل جماعة الأشعة لهم ديبارتمنت العلاج الطبيعي لهم ديبارتمنت الطباء الجراحة لهم ديبارتمنت الطباء الباطني وهكذا اوكي لهم ديبارتمنت وهكذا اذا بدأ نقسم الناس ل طبعا شو الهدف من تقسيم وال شو برايكو شو الهدف منها طيب هدف بسيط شو هو قد يكون التنظيم دكتور هو تنظيم هو تنظيم يعني أنت الناس اللي بيشتغلوا أشعة وشغلهم قريباً من بعض بنظموا شغلهم مع بعض ما بصير تحط واحد مثلاً يعني بصير نحط واحد مثلاً علاج طبيعي مسؤول عن موظفين أشعة كيف بدي يفهم بشغلهم كيف بدي يعرف إنه بيشتغلوا صح ولا غلط نظبط ولا لا إذن هو الهدف منه كنترول وهدف منه كمان تعمل تنظيم للشغل زي ما حكا الزميلة تكون عكوزشن أو في هيومن آن نان هيومن رسورس بدك إنت تأمن الريسورس سواء كانت هيومن آن نان هيومن ال someplace هم الموظفين هم 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 زي ايش زي ايش شباب شو الموارد الموجودة في المستشفى غير الموظفين شو الموارد التولز الأدوات الماشينز الفلوس ولا مش على فكرة الكفاءة هي تعتبر برضو هذا كله مهم كلها تعتبر طيب نفس الكلام قريبا يعني كل مجموعة متخصفة في شيء معين بيشتغلوا مع بعض طيب الآن بتلاقي السكرتير الفلانية بتنظم مواعيد بتحجز مثلا للمدير بترتب مثلا إذا مثلا تعمل تعمل لمريض ما بين الباطني وما بين جراحة مثلا مريض باطني بدك تعمله استشارة عظام فيه مسؤول السينير بالباطني بيحكي مثلا مع مسؤول العظام بيقول له عمنا مريض حالته كذا كذا بدنا إياك وتشوفونا إياك فيه تنظيم فيه تواصل فيه هذا كله بدخل في باب لابد من وجود لابد من وجود لابد من وجود لابد من وجود سلطة بتحكم هذا الاشي الشخص اللي بحيد عن الطريق لازم تتم محاسبته أيضا Centralization and Decentralization شو معنى Centralization و Decentralization ايش معناها الشباب مركزية ولا مركزية شو معنى مركزية بالنسبة لكو ولا مركزية شو معنى يلا شباب ما حدا مر عليه مصطلح المركزية واللا مركزية الدكتور أتوقع أنه يكون بس في واحد يعني شخص واحد هو المسؤول أنه بس مدير واحد ممتاز يعني اللي حكيت قريب يا سارة هو المركزية هو مثلا التفرد في اتخاذ القرار بيجيك المدير بيقول لك أنا ممنوح أن يتخذ قرار غيري أنا أي إشي بيكتو تعملوا بيكتو ترجعوا لي هاي مركزية عكس هاللا مركزية أنه أنت بصير فيه تفويض للصلاحيات يعني بتلاقي المدير بعض الصلاحيات لنائبه بعض الصلاحيات لمساعده لرؤسة الأقسام يعني من الأشياء التالية ترجعوا ليش أنتو بدتوا فيها من عندكو هاي معنى طبعا بتخترف درجة من مؤسسة أو حتى يعني داخل المؤسسة نفسها ممكن يكون أحيانا الملجر ممكن بعض الأشياء مثلا حسب المشكلة ممكن مشكلة معينة يقول لك بديش حدا يبت فيها ممكن بعض الأشياء وقول له جماعته مثلا نوابه أو مساعدينه وقول له خلص أنتو بدتوا فيها يعني ما في داعي ترجعوا لي حسب أهمية القرار اللي بده يتم اتخاذه unity of command شو معنى unity of command إنه كون في قرار أوكي قرار واحد أو مدير واحد ما يكون في عندك تضارف في القرارات عشان هيك unity of command يعني ما يكون في يعني مش معنى أنه أنا أعطي صلاحيات لمساعدي أو لنائبي أنه يصير فيه تضارف في القرارات لا unity of command هو ما بصير مسؤولك مثلا أنت المباشر يقول لك شغله ومدير المستشفى بيحكي شغله ثاني ما يتوافقا مع بعض لازم يكون القرارات متوافقة مع بعض هذه unity of command line and staff طبعا لازم يكون فيه يعني طريق واضح للشغل لازم يكون أيضا فيه staff كhuman resources اللي حكينا عنها في البداية هاي principles of any organization إذا بدك المؤسسة تنجح لازم يكون فيها هاي الأشياء واضح شباب طيب شو معنى staffing إذا بدنا نعمل staffing إحنا إذا أنا بدي أزود المؤسسة بالصطاف اللازم بدي أوظف الشخص المناسب بالعدد المناسب في كل وحدة to each unit for the time required for the program إذا مثلا أنا بهمني أعين إذا بدي لسنة إذا مش دائم لسنتين حسب الشغل اللي بدي بغض أو ممكن يكون دائم طبعا كيف بدك أنت تعمل staffing identifying the type and number of personnel بتعلم بالجريدة بتقول بدي أطباء جراحة عظام مثلا جراحة عظام ركبة مثلا بدي اثنين بدي عظام أو يد تخصص يد بدي واحد بعدين بعمل عملية recruitment بوظفهم بعدين آسف إذا أعلننا identifying the type recruitment بأعلن عنهم بعدين selection and appointment بختارهم بعدين بعمل له orientation على إيش بعمل له orientation لما أوظفه بعمل له على job analysis شو نوع الشغل اللي بدي أقوم فيه job description بتعرفوا كل وظيفة إليها job description معين و job specification شو مطلوب منه بالضبط إنه يعمل يعمل له orientation عليهم مشان يكون عارب حقوقه و واجباته بشكل عام طيب budgeting إذا النظام المالي كيف بدي أزود يعني أو كيف بدي يعني الميزانية في المستشفى كيف بدي أتم موضوع الميزانية هي financial administration consists of a series of activities where funds are made available for certain people in the organization under paid procedures that will ensure their efficient use طيب من activities بالbudgeting أنا بدي أحصل على التمويل اللازم لازم يكون عندي accounting نظام محاسبة في المستشفى مثلا أو في المؤسسة لازم يكون عندي نظام auditing إيش يعني نظام auditing إيش يعني نظام auditing مين بعرف شو يعني auditing شباب auditing لما أنت بتيجي بتعمل auditing يعني أنت تعمل review للإجراءات القاعدة بالصير الإجراءات بالصير هي صح ولا غلط فأنت مرات مثلا قسم المحاسبة في auditing بعملوا مراجعة مثلا بين الفترة والثانية أو بين الموظف والآخر مشان ما يكون فيه أخطاء نحن نحكي عن budgeting هنا نحكي عن فلوس نحكي عن محاسبة accounting نحكي عن purchasing اللي هي شراء المعدات شراء الأدوات طيب بدي أراجع أنا شو كم نبالغ المدفوعة صح ولا لا مهم جدا في budgeting هاي الأشياء accounting و auditing و purchasing مهم جدا وال budgeting هذول مكونات financial administration الإدارة المالية إدارة مالية لأي مؤسسة دارة مالية بدي أحصل على التمويل budgeting أجيب الفلوس شو الطرق سواء كان دعم حكومي أو بد أكون من من داخل المؤسسة أو من خلال الخدمات بتقدمها المؤسسة accounting نظام محاسبة auditing نظام مراجعة و متابعة وتدقيق auditing تدقيق و مراجعة تمام وال purchasing نظام الشراء شراء أي شيء المعدات الأدوات الأجهزة اللي بدك إياها هاي كلها بتدخل بال purchasing فهذا هذول الأربع شغلات مهمات جدا في موضوع financial administration budgeting معناها the allocation of financial resources إذن الbudgeting هي يعني توظيف الموارد المائية in support for a program or a project for a special period of time بقول والله جاني أنا خمسة مليون عندي خمسة مليون بدي أوضفهم هذول مليون منهم رواتب مليونيا منهم مثلا استحداث أقسام جديدة مليون مثلا بدي أشتري فيه أدوات مليون بدي أعمل بغض النظر فبتقسمهم أوكي للإشي اللي بدك إياها a budget is defined as a balanced estimate of expenditure بدكم فيه توازن في النفقات توازن في النفقات and receipts for a given period of time خلال أي مرحلة أو في فترة محددة accounting هندي الأشياء اللي حكينا قبل شو نحن قاعدين منعرف فيهن it's recording assembly and summarization of financial effects of executive action a harmonious relationship between budget and account is important لازم يكون في تناغم بين نظام بين البجت وبين accounting budgeting the investigation حكينا تدقيق and report on the fidelity and legality of all financial مراجعة وتدقيق كل العمليات المالية اللي بصير في المؤسسة والpurchasing حكينا عنها هي عملية شراء أي إشي بتحتاجه المؤسسة واضح شباب طيب في إشي بسمو موضوع المراقبة أو متابعة متابعة ومراقبة الموضفين الموضفين اللي عنده يعني أنا عندي مثلا أنا طبيب مسؤول على المقيمين مثلا مسؤول المقيمين أو السيني عندي عشر مقيمين مثلا موزعين بين سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة أنا بهمني أتبع وراهم على الشغل وأعملهم supervision هذا صح هذا غلط شو عملت اليوم شو عملت المريض الفلاني وهكذا supervision aims at satisfying both work and workers لازم يكون في supervision هذا تحتاج المؤسسة أو work وبيحتاج الموظفين يعني أحيانا أنت بكون مقيم سنة أولى أو سنة ثانية بدي يسأل عن شغلة ما مرت عليها أو شغلة جديدة أو بدي يتأكد منها لابد من الرجوع على شخص supervisor شخص آخر مسؤول مشان يبتلوا فيها صح ولا لا فإذا مفيدة للمؤسسة مفيدة للموظفين السوبرفجن مش إجت هيك السوبرفجن بس مشان نحط فلان مسؤول من أعطيه راتب زياد لا هي مهمة للمؤسسة مهمة للموظفي في موتيفيشن من ضمن السوبرفجن في موتيفيشن which is defined as an extremely or sorry externally induced behavior إشي بيجي من الخارج يعني إشي الناس كيف ممكن تعمل لك موتيفيشن تأكد in order to bring about or maintain need fulfillment مشان أنا الناس تقوم بدورها حسب أو على أكمل وجه لازم يكون في موتيفيشن تحفيز أو تعزيز للناس the following conditions if present build high levels of motivation إيمتى بكون عندي high levels شو الأشياء اللي بتخلي بكون عندي high levels of motivation تعزيز عالي نسبة تعزيز عالي إذا في achievement واحد عمل achievement كويس recognition شكر advancement يعني إشي متقدم عملت إشي متقدم working condition responsibility كل الorganization والتكنيكال سوبرفجن interpersonal relationships job security salary and compensation هاي الأشياء ممكن أنه تستخدمها لأنك تعمل motivation للناس إذا عملوا achievement ok من خلال recognition شكر ممكن تشكره شهادة شكر هي motivation شهادة تعطيه شهادة شكر ok ممكن advancement أنك تتطور مثلا زي ترقي تعمله ترقية ماشي تغير بالworking conditions تبعه بالresponsibility كل هاي الأشياء ممكن أنها يعني تعمل motivation بشكل عام للموظفين طيب ضمن السوبرفجن كمان مهم نتعرف على leader أو styles of leader authority styles of leader authority في ناس autocratic شو هم الـ autocratic اللي هم ديكتاتوريين ترى autocratic نفسها dictatorship autocratic هذول ديكتاتوريين اللي هم ما بيستشيروا حدا ولا بيرحموا حدا لو أحد غلط غلط صغير ممكن يفصلهم المؤسسة consultative بعملوا يعني بيستشيروا الناس اللي حواليهم نفس الإشياء قريبة على participative كمان participative والconsultative قريبين على بعض الdemocratic فيه ديموقراطية بيجي بديو يتخذ قرار بيجيب الناس اللي حواليه ومسؤول الشعب ومسؤول الأقسام بيقولون خلينا نصوت على هالقرار وبنعمل ديموقراطية وفيه إشي بسموه free rein free rein بصراحة هو يعني بيستخدم كل الapproach حسب إيش free rein حسب الموقف استخدم كل الapproach كل كل الستايل حسب الموقف شو الأشياء اللي بتأثر على الستايل في سوبر بتجني إنت لو كنت مدير مستشفى شو الأشياء اللي بتأثر على ستايلك في الإدارة شو هو ممكن الcondition إذا أنت بتتعامل حسب الحالة الcondition إذا كان مثلا واحد مختلس أو واحد عامل مشكلة خلا نقول أخلاقية غير عما يكون واحد مثلا متأخر من دوام خمس دقائق أو عشر دقائق صح ولا لا صح شباب إذا نعيت المشكلة بتأثر على طريقتك في الإدارة صح أكيد طيب التيب 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 اللي بيشتغل مع بني آدمين زينا أطبا بيشتغل مع بني آدمين نسبة الخطأ يعني كاد تكون معدومة مش لازم يكون في خطأ غير عن واحد مثلا بيصنع مثلا أدوات بسيطة بشركة أو بمصنع صح ولا لا بصنع أشياء بسيطة بتأثرش حياة الإنسان طيب مواصفات الأشخاص أو سماته مواصفات الأشخاص الأشخاص اللي عندي بشكل عام ملتزمين طيب مثال آخر الليدرشف اللي بتعامل بالسجون مع المساجين برأيكو لازم يكون إدارته يعني نفس إدارة مثلا واحد مدير مستشفى أو مثلا مدير مصنع ولا بتختلف لا لازم يكون طبعا لأن نوعية الأشخاص مختلفة صح ولا لا طيب الخصائص هاي بترجع للخصائص الفردية للمدير نفسه للمدير في ناس بميل زي ما حكينا قبل شوية أنه يكون ديمقراطي أو ديكتاتوري أو بميل حسب يعني هاي بترجع للمدير نفسه personal characteristics of a marriage ايضا في المؤسسة احنا بهمنا في الorganization and management بهمنا ال-evaluation طيب evaluation التعريف تبعه هو systematic أو systemic collection of information about the activities أنا لازم الأعمال اللي بنعملها بالمؤسسة شو ما كانت سواء كانت خدمات سواء كانت financial سواء كانت تدريب شو ما كانت أوكي لازم أني يكون في عندي نظام لجمع المعلومات عن هاي activities أو عن هذا الشغل بشكل عام characteristics and outcomes of programs عن المخرجات التعيتي عن الpersonale الموظفين and the products for use by specific people to reduce uncertainties improve مشان أني أنا يعني أعمل improvement أزيد الأفكتفنس والإفشنس في المؤسسة and make decision with regard to what those programs personnel or products are doing and affecting إذا أنا بدي أعمل بيزد على evaluation هات بدي أعمل قرارات إذا أنا شغلي ماشي صح غير عما شغلي كان مثلا بعد التقييم ثبت أنه أنا عندي شوية مشاكل فالقرار بيجي بيزد على evaluation تبعك إحنا بشكل عام بشكل عام على إيش بعمل evaluation أنت كمدير مستشفى بدي أقترض أنه أي حدا فيكم مدير مستشفى بشكل عام إيش بهمنا نعمل إحنا evaluation على إيش على outcome وعلى process وعلى structure ماشي طيب طبعا يعني على أي واحد فيهم بتك تقدر تبلش ما في أي مشكلة أنا بأعمل إيش على structure إذا على structure مثلا أنا عندي مثلا عندي مركز لأمراض القلب أو لجراحة القلب طب structure تبعي أنا يعني بكفيني بدون مشاكل أن أعمل عمليات قلب واللي عندي مشاكل لازم أعدلها هذا structure لـ process عملية القلب نفسها العملية داخل العملية إجراءات إجراء العملية الإجراءات اللي بتقوم فيها قبل العملية أو أثناء العملية أو بعدها مباشرة هاي process صح هاي بيكتمل عليه evaluation الأوتكم حالة المرضى في النهاية شو طلع عندك هاي مثلا كواحد من الأوتكم طبعا كنت أعمل أنت outcome financial outcome كديش يجاك فلوس من هاي العمليات هذا يعتبر outcome بس لن نحكي عن outcome اللي بخص المريض الآن فالأنت بهمك دائما نعمل evaluation على structure رقم واحد ثنيا process رقم ثلاثة الأوتكم طبعا نحن ممكن نكون أهم إشي الأوتكم طبعا بيختلف إيش الشباب نحن كمؤسسة مثلا غير ربحية هدفنا الأول الأوتكم مضبوط أو لا هذا المؤسسة غير ربحية لو جينا على مستشفى خاص بصراحة ممكن يكون الهدف صحوا الأوتكم بس شو هدفه ربحي قديش طلع مصاري بالسنة إحنا بهمنا حالة المرضى حالة المريض وشو أنا أنجزت له مثلا في مستشفيات الـ public hospitals مثلا أو المدعومة من الحكومة لكن مثلا صح يعني هم وجماعة private ما بنقول عنهم انهم مش كويسين لا مش الهدف بس هموا برضو بهمهم الجانب المادي ففي أوتكمز كثيرة ممكن أنت تعمل عليه evaluation لكن بشكل عام structure process and outcome تقريبا نفس الكلام هون طيب إذا بتعمل evaluation فيه إليمنت إيش الإليمنت للإيباليواشن لازم يكون فيه عندي relevance إشي يكون إلو علاقة بالإشي اللي بتعمله إنت relevance إشي ذات علاقة adequacy هل الإش اللي بتستخدمه كافي ولا غير كافي accessibility هل فيه قابلية للوصول للخدمات اللي أنت بتقدمها accessibility هل فيه قبول للإش اللي بتعمله أنت سواء كان للموظفين أو للمرضى accessibility قبول طيب effectiveness فعالية efficiency كذلك أو effectiveness ممكن نسميها الأثر والإفشنسي فعالية الإمفاكت كمان الأثر العام الأثر الكبير على المدى البعيد بنسميه إمفاكت أو الإفشنسي شو فرق بين efficiency و effectiveness شو رأيكم يلا شباب شو فرق بين efficient و effective الإفشنسي مثلا التكلفة والفعالية مثلا عندي أدوية بتكلفني مثلا دوا بكلف 50 دينار و دوا بكلف 60 والإثنين نفس الفعالية بأخذ الأرخص لأنه كفاءته بتكون أعدى ممتاز إذن اذا effective إزاي ما تفضلت أنت ممكن يكون يعني شغلتين بيقدوا نفس النتيجة لكن فيه إشي بوفر علي فلوس بوفر علي هذا efficient صح ولا لا that's it هذا الفارق بين effectiveness effectiveness كمان مرة زي ما حكز ملكو two ways بقدر لنفس الأثر لكن من أوفر من بوفر وقت من بوفر جهد أكثر من بوفر فلوس أكثر هذا is more efficient تمام أو حكينا عن steps of valuation زي ما حكينا قبل شوي أنا بعمل يعني describe the program in terms of objectives بشوف objectives أوكي اللي أنا حاطة قدامي شو الأشياء اللي بدي أعمل لها تقييم objectives وبركز على outcome objectives و process objectives حكينا عنها outcome و process أوكي حكينا عنهم وبشوف specify the evaluation design بدي أعرف شو الهدف من evaluation هو الهدف من evaluation بس أني أعمل evaluation وحطه بالدرج ولا إني أحسن الهدف أنه أنا أطور وأحسن أكيد إذا الهدف بس تحطه في الدرج لا لازم أنك أنت تعمل actions لتصحيح أي deviation إذا في عندك أي deviation أي شي مش صحيح لازم تعمل حط الaction المناسبة من خلال census يعني إحصاء عام على مرفات المرضى أعمل مقابلات مع الموظفين أو مع المرضى من خلال استخدام السيرفيز ومن خلال expenditure reports أوكي من يريد استخدم هذه الهدف التي أطلعت فيها هل هم ممكن وزارة الصحة هل هم موظفين بدك تكون محدد شو الأشي اللي بدك تجمعه يعني هاي معلومات عامة بصراحة أنا مش راح أسألك عنها إجمالا يعني بس تقدر تقرأ وتشوف شو الأشياء وزي ما حكيت أهم خطوة في الـ بعد ما تجمع المعلومات أهم خطوة هاي ممكن خليها ببالك أهم خطوة إني أنا أعمل اكشن اكشن هدف التحسين إذا في عندي أي مشكلة الهدف من الـ أني أعمل مش إني أحط الـ داتا في الدرج أو أضيع وقت الموظفين أو أتعب فلان أو أتعب القسم الفلاني لا الهدف إني أعمل continuous improvement والخطوة كمان ثانية مهمة دائما يكون في re-evaluation لأن re-evaluation is an ongoing process هي عملية مستمرة في كل الخطوة بتعملها لازم يكون في عندي re-evaluation فهي re-evaluation مش بس يعني أنت في المستشفى أم تبق تعمل evaluation آخر السنة ولا بعد سنتين ولا بآخر الشهر أم تبق تعمل إحنا بحاجة نعمل evaluation very periodic evaluation أو very frequent periodic evaluation كل مرحلة بدي أعمل على كل خطوة بدي أعمل evaluation إذن periodic evaluation أو re-evaluation is very important for organizations مشان نضمن نجاح سير العمل بالذات في ال-health care administrations أو في ال-health services administration أو في ال-health systems بشكل عام واضح شباب واضح أي سؤال يا جماعة أي سؤال يا جماعة ما في أسئلة سمع أنا من طرفي كملت أعطيكم العافية عندكم تحانات لأيام هاي شي بكرا بكرا عندنا متحان بكرا متحان كو بكرا بيانس بالتوفيق إن شاء الله عشان هيك العدد اليوم مش كفير تمام أعطيكم العافية أه نتمنى لكم التوفيق في متحان بكرا إن شاء الله بإذن الله أعطيكم العافية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر